مساكم الله بالخير معاكم أخوكم علي اليوسفي واليوم معانا ضيف يديد وصديق تعرفنا عليه عن طريق الحساب معانا عبدالله علي بخالد مساكم الله بالخير ومسي على أخواني تعم كيبر ومتابعينهم ومستمعيهم كاملين حبيبنا بخالد بخالد اسم بخالد وايد مربوط بحسابك اليوم إن شاء الله بنقعد بنصولف عن بانراي نصولف عن بدايتك أو شي إذا أودك تقدم نفسك يعني إحنا بلشنا بالحلقة اللي طافت مثل أن النبي الضيوف اللي معاه نحن نعرفهم شخصيا نبيهم يعرفون عن نفسهم حي المستمعين يعني غوكم عبدالله خالد العلي شهادة جامعي تخصص محاسبة موظف قطاع حكومي حلو أنزل خانسولف بدايتك قبل أن ندش بانراي وحبك وحنا عندنا سؤالة بعد هم متابعين كلا عن بانراي شنون شلي دخلك بعالم ساعات شن أول ساعة خذيتها وش اللي خلاك تحب الساعات والله أبو يوسف يعني بدايت قبل كنت أشتري الساعات اللي هي كانت سواج ما ما كان فيه ثقافة أنه والله خلنا نشتري ساعة والساعي يكون في قيمتها وأن فيه ساعات لا مع الوقت لا مو يعني مو خسرت سريها مو معنات سريتها بلا مثلا مبلغ الفلاني خلاص انكسر سعرها وستسير ساعة حالة حال ساعات الرخيصة فقبل ما كتفكر شتري ساعة غالية كان ريت مالي سواج قيل سأقول حرام يعني أنا قلت مبلغ على ساعة بل فيين ثلاثة ألاف لا مال أداعي فمع الأيام أشوف يعني هنستجرام بدايتها مثلا على قاعدتي بالدواوين أشوف والله لا في ناس تسولف مثلا عن الساعات ما الساعات وشذي يعني فشي هذا شوي يغير فكري يعني من من موضع شتري الساعة مثلا كبيرها 150 إليها والله شمحت لي ساعة مثلا ساعة لها أسمها لها قيمتها ولها لها 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 فبذاك الوقت قلت أشيران خلني أمر مارينا مول كان في محل ينقال النبراس الحمو موجود النبراس النبراس أي أنا ما أتذكر النبراس كان يبيع ساعة ينقال لها برايتلنج حلو إيه فرحت هناك أشوف الساعات أطالحهم أطالحهم أطالح لقيمتهم للأمانة ساعتين هي اللي شدت انتباهي شوي كان بذاك الوقت برايتلنج بنتلي والأمرجنسي حلو فقلت له شون الساعة هذي كنت شو بس جناح طيارين يعني كنت نقول الساعة أساسا كانت حق طيارين طبعا كلام الموظف إنها ساعة طيارين وما كانت تنباه حق المدنيين بشكل عام يعني وكذا كذا كذا وهذي الأمرجنسي الكوك هذا إذا بطلت لها ثلاث طقات وإذا بطلت و ويعني سحبتها لازم ينقذونك وإذا بطلت وإنت ما فيك شي رح تغرم فيها غرامة توصل عشرة آلاف دولار ففيها غرامة وما تطلع الساعة لازم تعبل أبليكيشن مالها فعجبني الموضوع كم سعرها بذاك لو قال سعرها ما كان عندنا مبلغ هذا فاتجاه كوين داريكت سوق المستعمل واخذي واحدة فقلت لأني أبيها بس راح أروح من الوكالة مالاتها وفحصة قال لي خلاص تم حصلت نفس الساعة الأمرجنسي نفسها طبعا ذاك وكما في ثقافة طاير خذها واشتر وروحها لأطول ووقتها كنت يعني تعرف مواصفات ساعة تسأل شنو ولا أي شي شكلها ايه شدني الموضوع يعني ساعة كان طيارين وما تم باحق الناس العادية والكلام هذا يعني إلا كان روليكس وأوميغا وكارتير معروفين بالنسبة حق الناس صحي هلهم مواخذة ولا فكر ولا فحص ما فحص أطني 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 أخي ها روح دفعتني طبعا من بلاغها واروح النابراس قلت له شوف الساعة هذا أول شي بطل تسأل تسأل شنو شون الساعة طالعة بدون لا يتعب مرها ما صار لازم يتعب ويندز يعني تسأل من أنا اشتري ساعة وحط اسمي يتعب برغم جوازك باسمك بلدك برغم تلفونك لأمر هذه المهم ثاني شي شاف غير ولا الأمرجنسي مبطل طقا كاملا مبطل يعني مبطل وردينا هو اللي ما يدري الساعة صح فيها مثل ثلاث طقا فيها ثلاث طقا ولد تسحبها ثماني غلطان طقا طقا ثانية يرخى الثالثة تسحب الأمرجنسي مشكور مشكور وردها قلت شو هذي خيرة وانا شليبها الساعة هذه الغالية خلنا نرد على ساعات رديت ساعة خذت فلوسك ما خذت باجس بالضبط أما مراحت الأيام ردت الأيام لا طالع ساعات كلها رد الفكر مرة ثانية هذا أي سنة تذكر أي سنة أول ألفين أول ألفين أول ألفين بالضبط أولا ماشهلا فالمهم خلاص راحت راحت الأيام قلت لي بشليبها بأمور الساعة هذه الغالية ما الغالية وانا شوي ذاك الوقت يعني شوي مهم عادي ساعة خذها يمكن قطابيه مكان وعارف نفسي كذا ساعة ضيعت فلا مرة ثانية لا رد لي الفكر هذا مرة ثانية لا لازم ساعة المهم فمع الأيام أسمع فلان مثلا مشهور كما الساعات فلان 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 غير موضوع الإنترنت فعرض ثقافة يديدة أن الساعات لها تواريخ لها قصص يعني مو مجرد ساعة تلبسها وخلاص وطلع الوقت فيها صحي فقلت ليش ما أفتر على البوتيكات و أسول في الموظف نفسه يعني رحنا وين مرة ثانية طبعا روليكس أخذت نظري فأمانة ما شهدني الموضوع روليكس إنه مثلا هذا شخصية سبحت قطعت المحيط و الساعة هذي مثلا حق سباق ما يتركز في التاريخ ما أشهدني الموضوع هذا فأذكر أنت يا أخوي محمد العيمي من الإمارات متابعة و نقل نقول مشهور عندهم من الإمارات فكان لها بالساعة دايلمان هو مرة أشوفها نص رقام عربية ونص رمانية شانا أكتب له بـ سلام عليكم السلام شنو الساعة هذي شنو هذي الساعة قال لها بنا راي كاليفونيا أوكي مشكور مشكور دايش عنت وين المكان في بالصالحية وفي الحمراء واروح الصالحية سلام عليكم السلام بس أبي أعرف شوية معلومات عن عن الساعة هذي تنقول ساعة ترى هذي من 1860 وهما حق غواصين لطاليين فقط بس هذا كان الحوار يعني وكان فيه شخص يقال لها باقي الوقت اسمه رائد ومدير أنا ما كان تدري قاعد على الدسك وبس يشرح المهم ترى هذي شنو ترشح لي شنو الساعة هذي قلت أنا شايف لأوري الصورة أنا شفت الصورة هذي كذا 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 هذي كاليفونيا بس رشح لي كان دي كاليفونيا ترى حلوة يعني لها قصتها وشذي ولا أتذكر اللي هي بام 380 بلاكسيل الراديمر نفس الشي راديمر بلاكسيل السيرامي كتكون قال أراش على كذلك بس ترى الناس يعني أكثرهم يحبون موضوع اللومنور اللومنور أي أشهر أي فالمهم عطني كتاب عطني كتاب أخذته أتصاب فعصاب طالع بس طبعا بس الصور صور ساعاتما طالع 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 لا قلت خنا دي شعنت شوي فكنت دي شعنت أتقرى خفيف ما لكنت متعمق وائد يعني فما بدأيا عجبني موضوع القصة بكبرها إنه والله كانت ورشة بعدها من ورشة طبعا ورشة اللي هي تصليح ساعات خلصوله في تاريخ بنا رأي شوي يعني أنت الحين شريتها أولو ما شريتها أنا لا ما شريتها بس يعني شفت خنقول دي باجة بس إنها كانت ورشة ورشة ويدرس هذا وبعدها تعاقد ويا البحرية إيطالية حلو مو مطال عنا مطال ع السائزات وللا أغلبهم كلها 47 47 47 وأرد للمرة ثانية كيرلو سمحت أبي الساعة هذي إنتي قال بام 424 كاليفورنيا إيه جا نقول ما عندنا تبي تحط اسمك وتنطر يبي الله هدف عليها ثلاثة شهر وانطرها ثلاثة شهر هذي يقلوا في السر عبد الله وصلت ساعتك وصلت الساعة فاللي رد على موضوع أنه يوم قلت لنا هذا مدير وصلت الساعة بدفع كان يقول يعطيني مبلغ غير عن المبلغ قال لي يا أنت يا الموظف اللي قال أراد يبه هذا المبلغ غير يعني على زايد ريال قال يخذ الساعة ولك خاصم كذا كذا تنقل منه موجود قلت له شكله كذا كذا تنقل هذا مو مو بياح هذا أنا عارف رائد اللي ما يعرف رائد والنعم رائد يمكن يسمعنا وممكن لي علاقة بسيطة جدا مع رائد كان خنقول براند مانيجر حقوية شركات بالضبط فكان براند مانيجر فالمهم شريت الساعة لأمانا كان شخص جدا متواضع ولا كان براند مانيجر أو شيء شريت الساعة رديه ثاني يوم تشكرت منه هذي أول بانراي لحن إحنا وصلنا أنه هذي أول بانراي اللي لأبسها اليوم أنت أيوة بضبط هي فورت وفور حلو فردت هنيوم تشكرت منه يعني على تواضع الأخلاق فالشيء هذا الأمانة غير موضوع أنه حبيت تاريخ الساعة تعامل البشر موجودين داخل المحل يفرق وايد ووقتها ما أدري أي سنة هذي أي سنة تقريبا لا كانت قريبة سرع 2016 يعني ثلاث سنين أو حين صار ما شاء الله أربع سنين المصادر تأخذ منها معلومات ما كانت وايد يعني مو وايد الناس مطلع على المواقع ما كان في وايد ناس تسولوا عن الساعات ما كان في مصادر وايد أقل فكان عندك وجهة واحدة تروح عند البوتيك وتسأله يعطيك الكاتولوج يعطيك لهذا وانت ما شاء الله عليك يعني بيّنك وايد تحب تبحث يعني شفك شوية رايح وراد ورح نسولف عن شام شغلة بعد إن شاء الله فقلت لنا أن البانيراي الـ 424 صح؟ كاليفونا محافظة أول ساكنت الـ 424 424 سأخذ نسولف شوية طبعا العساسة وضع حق المستمعين الـ 424 تي نوعين في 424 في 424 وان شنو الفرق؟ لي هادش نفسها بالضبط بس يكون فيها تاريخ اخذتها بس فيها تاريخ اخذتها فيها تاريخ صح تلي عندك بدون تاريخ بدون تاريخ ايه ما شاء الله بنسولف بعدين رح نرد يعني أنا أفضل بدون تاريخ بعد شخصيا يعني بس رح نرد إن شاء الله نسولف موديلات اللي حلوة وشذي خلنسولف شوية عن تاريخ بانيراي أنت يبت جزء صغير منه أن هي كانت ورشة بيطاليا وبدأت تعاقد مع البحرية الإيطالية وبلش يورد لهم ساعات لكن أول ساعات فعليا إذا بدك سولف عنهم يعني أول ساعات فعليا ما كانت بانيراي كانت تعاقدهم مع روليكس والتكملة صحيح طبعا أغلب الناس يكون يعني عندهم فكر عن بانيراي وقصة بانيراي وانت وهمني أخوان تايم كيبر ما قصرته وانا لحنا حتى نحافظ عندي البوستات اللي نزلتوه بالستوري عن قصة بانيراي بانيراي كان الأب خذ نقول له جيوفاني كان فاتحها ورشة له يصلح ساعات وبنفس الوقت كان عندها معهد يدرس فيه يدرس فيه عن الساعات علم الساعات شان صلح الساعات وتعقيدات الساعات فالمهم الأبو ورث حب الساعات حق عياله ما رح أقوله والله مثلا حفيدة ولا ولده أخوه بقول لعياله فورث حق انت يا قويدو اسمه قويدو خذاله مشوار بموضوعه كان بعصره عصر الكرام قارد وعندك انت يا الروديوم كان بعصره اللي هي الكرام قارد شو نشرح حق اللي أبو معرفون وايد ببانراي الكرام قارد هي التسكيرة مالة الكرام هو حامل كوك يسمونه بالضبط وراديومر هو المادة المشعة هو حامل كوك وطبعاً أساساً وضع حق ومستمعين تانكيبر حامل كوك سووا لأن أساساً كان انت يا الغواصين البحرية الإيطالية بعد كل عملية يطلعون فيها حق ما هذاش موضوع الحروب ما الحروب يعني بأي مهمة يطلعونها بعد هيردون يقولون حق طبعاً راح يسميه ضابط الارتباط كان في ضابط الارتباط بين البحرية الإيطالية وراح أرض حق موضوع منه ضابط هذا فكان في ضابط الارتباط بين البحرية الإيطالية وبين انت يا هنقول شركة بناراي فكان يقولهم والله ترى إيجابيات الساعة كذا راديومير وسلبيات هكذا فمن ضم سلبيات الراديومير كان اللقات تتكسر أنا كانت ملحومة وكان عندك شيء ثاني انت يا الكوك مع تركيب الطوربية طبعاً حق البارجة وعين كان كان الكوك يحك بجسم الغواصة أو جسم البارجة وكان يتحرك فكان يدخل الماء فأعطاهم السلبيات شركة بناراي حاولت تطور الموضوع هذا وتصلح السلبيات فطلعوا له نقول لتريد مارك براءة الاختراح براءة الاختراح براءة الاختراح إيه اللي هي لكرام قرده حامي الكوك أن من التساكرة يكون مكفول وفي حماية صحيحة أنت مأمن ما رح يتحرك أثناء تحركاتك ولا رح يدخل الماء حلو ونفس الوقت سوى أنت يبطاري شغلة هم يمكن ناس يعني أنا حاول أشرح حاجة ليس تقلت ملحمين لأن أساساً كانت ساعات ساعات بوكت وارش ساعات جيب فكانوا يقلبونهم يلحمون فيهم لاسترعب تغريباً صح كلامي صحيح وهو أساساً يعني أول تطوير كان حق بناراي خلنا نمشي سلمة سلمة أول تطوير لهم كان هو مادة الروديوم حق الغواصين على أساسهم يعني أغلب مهامهم كان ليل فليل شون بيشوف توقيتات ساعته شون بيشوف بوصلته فحطوا انت يا مادة الروديوم هذا أول سلمة ثاني سلمة من بعد مع طويجابيات وسلبيات الساعة الأوليه الراديومير العادية طبعاً كانت اللقات ضعيفة خنقول كأن يعني إذا بعطي وصف دقيق له خنقول سيم عاوي مثلاً سيم عاوي أي واحد يتشوفها الحين ترى نفس الشي تغريباً أنت عندك ساعة أي نفس الشي أو كوصف دقيق البكل بالضبط بكل الساعة ما بناراي مثلاً شي للحديدة الضعيفة اللي يثبت البكل راح أشوفك النقوس صاير فالوصف إيه وصف الراديومير العادي كانت ذي يعني مجرد لق ملحوم نفس الوقت كان مع الشغل يا أمر كوكي تحرك يا عندك لقات من من ماء البحر واحتكاكها مع الجسم وشد الاسترابات كانت ذاك الوقت كان استرابات واي طويلة أساسي لفونها على بدلة الغواص نفسها فكانت تتكسر فصار الثاني سلة من بعد الراديوم سوى وهو الراديومير نينتين فورتي لهو صار قالب كامل مع اللقات صحيح فالساعة لو تبت تنكسر معنى هذا موضوع صعب يعني لو تنكسر رح تنكسر كلها بس ما رح تنكسر لقات نهائيا وهذا الشيء الحلو فيهم بانراي يعني وايد من نحو بانراي لاح موجود يعني تروح انت الحين البوتيك رح تشوف الراديومير العادية والنينتين فورتي نفس التصميم وتقالي تفرق بينهم بضع فصار الثالث سنة لما حقهم كتطوير من راديومير اللي هو نينتين فورتي للومينور اللي هي نينتين ففتي له ركبوله الكراون كراونقار اللي هو حامل كوك طبعا خنقول بالستة وخمسين هي نينتين ففتي بالستة وخمسين حتى كلمة لومينور قامت نكتب على على الدايل نفسه يعني قبل كان حتى اللومينور له الشكل الكراونقار هم ترى كان نكتب داخلها راديومير ما كان نكتب لومينور ايه فالكل عارف ان مادية روديوم كانت مادة مسرطنة كانت بث امراض فمن بعدها طوروا المادة سوى مادة هي اللوم او حسب ما قرأت اظنتي تريثيوم ثاني مادة هي تريثيوم واحدة منهم او يعني هم ثلاث اربع مواد لين وصلوا حق الحاليا سبر لومينور قبلها كان اللوم نفس ايه لانها كانت اول شي روديوم بعدها تريثيوم بعدها اللوم اللوم هني خلاص قام يفرقون واكتبوا هني كلمة لومينور الساعة نفس حلو وهني ونحنا ما يبني طاري روليكس لأنه pod بيع rather في شغلة ثانية ونحن نسؤول بيها ان تاريخ بانراء يقولون ملعوب فيه تاريخ congress ملعوب فيه ويقول لك أن اساسا بانراء تراه ما هي بانراء وهي روليكس أنا راح اقول مو صحيح لا ما هي روليكس لو هي روليكس كان اساسا شركة روليكس أيها سوأت الساعة لأن صاد ما كان يمنع عنده شون إطالي مو هذا الكلام قاين دار أن شركة رولكس شركة ذكية نفس اللي صار مع تدور أنه قام يحط شعار تدور بدأ رولكس كان يبيع على جهة ثانية كان تسوى عند أساسا راديو مير من الأساس ما سوى حق بناراي كان هو صميم أو سوى كان سوى هم من اللومينور بس شركة رولكس كان تستورد أساسا الموفمت من شركة ينقل لها ما أنا بليس كورت برت كورت برت كانت تستورد ساعاتها منها وكانت تسوي عليها نقريف كلمة رولكس ليش لأنها كانت تطلب الموفمت هذه خصيصا لها فكانت تشرط عليهم له شنو نقريف كلمة رولكس بس هي ما كانت ما كان الموفمت رولكس هو أساسا يعني لا إذا ترجع للتاريخ السموحة على الوصف هذا يعني أنت حنقتردني على شريط مسلسل درب الزلق يوم حسينه وفتح لها محل عرفت وشيل صورة هذا صورة هذا هذا صار بالضبط يعني هو كان ياخذ الموفمت من يعني راح أقولك هو وسيط لا إذا ترجع تاريخ سويسرا كل الشركات أكبرهم يعني من أكبرهم لأصغرهم كانوا ياخذون من بيوت وكان ياخذون من مزارع معينة وكان ياخذون من أماكن معينة وهو المشكلة كان ياخذ منه كورت برت ظنتي والأنجلس هذه صح تاريخيا أنا سمحها أكثر مرة صح والصدمة العودة يوم قد أسولوا فيها بروس كود طلع شركة روليك صدمة هذا أنا الشخص شخصيا ما يعني وايدي دقيقة ما كان يستورد بس من الشركتين خمس شركات تجارة بالأخير فأصبح الحين ساعة بناري الضر ساعة بناري مو أساسها روليكس أنت يبطاري فرسكوب اللي ما يعرفه هو حساب وشخص صح تغذب تايلند أو شيء كذي عايش من دونيسيا بس أصولها وين مضط الأمانة ما أدري إذا كان أمريكا الجنوبية وشيء كذي شغلة أن يدقق بشكل مو طبيعي ويطلع الساعات اللي هم كانوا فينتج يعتبرون بانراي يقولون هم فيك يطلع قصص واحدة من القصص سنسولف فيها على السريع اللي هي عقد الضابط الإيطالي بمصر وهذا شغلة بعد أنت وصلت 1950 سنسولف شوية عن علاقة بانراي مع مصر ونسولف عن الضابط هذا هذا طب المر على كل عقد لأن صدفة سنسولف فيها لأن نقول ترى زيت العقد حق أخوانتي مكيبر على الأساس أن يترجموني ففتحنا شوي موضوع زيادة حبتين معاه إنه شنو قصة الضابط المصري هذا آسف الضابط الإيطالي الإيطالي ودازل اسمه بس الأمانة سامي الإيطاليين شوي قلجة أي عادي المهم ضابط أي فالضابط هذا راح راح مصر وقعوا يهم عقد عقد تدريب إنه يدرب البحرية المصرية من سنة هيمانيا واربعين لتقريبا ال 56 إن شاء الله ما نغلطان لسنة تقريبا 56 درب البحرية رد إيطاليا قاعد سنتين بإيطاليا وأتوقع تحليل الشخصي هذا ردت السنتين هذه على أصاس أنه يصمم لهم ساعة لأنهم كانوا طالبين ساعة حق البحرية نفسها وهي تسمت القزيانو لو منور 60 أم أم وهو 60 60 60 ملي فرد لهم سنة 1960 كان يأخذون ويقضون بسجن أقول ما صوي الساحة وهي تهمة شنو إفشاء أسرار تهمون أن أنت قد تسرب معلومات حق الجيش البريطاني والجيش الفرنسي حلو فكان هذا صدمة لهم أمس يسير فيها كان قاندردش يعني هذا الحلو فيه أنا وائد عجبني أكامتها أو حتى مرة سولفنا بعد ساعات الفنتج أنه لازم تشوف اللي يعطي رحل مدارهم لأنه وائد يعطون كونتكست أو خلنقول وائد يعطون محتوى حق الموضوع هذا أنا اللي يازلي فيه بصراحة أنه شخص مشتهد يعني عادي يعني يطق تذكرته تشوفه لأرايح سأل عن شخص فراني كان عايش بالحروب نفسه كان لا بالساعة تبين أراي قصة تذكر رح قاعد معه خذ منه أوراق وثائق ما وثائق وإيه ترى قصة العقد ترى تدري شو موصل لنا العقد إحنا متابعينه من زمان وتذكرنا مرة حط بستوري أنه صورة العقد بالعربي قال أنا ترى مو فاهم شيء أبي أحد يترجم لي وأنا دشيت على طول تذكر أنا أو محمد اليوسفي أنه خلاص دزلي العقد ويترجم لك يا كامل والعقد العقد ما في شيء عن ساعة صراحة بس أن العقد بين الحكومة المصرية والضابط معاشة شروط التدريب معاشك معاشك ينصر في داخل مصر كذا 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 يعني كشروط بس الساعة نفسها الساعة عادوا سووا منها مرة ثانية هي ستين أمام ومشهورة آرون التي كلا يلبسها أو لبسها وصورة وايد انتشرت بس هي كانت وايد حلوة صراحة أنا بصراحة أشوف أحافظ ومحافظ بامات بس من كثر ما شاء الله في أمور أنساها أذكره هي تنا العادة وتصنيح مرة ثانية تنا بام ثري فور سكس يمكن نفسها ستين كانت ستين أمام يعني كانت ستين ستين ها من عضانتي خمسين خمسين أمام ما شاء الله حلو خلس سؤلف عن شغلة نحن ذك مرة قد نسؤلف بس هما لا ننسى أخوي علي أن بناراي ما سووا بس حق بحرية إيطالية ولا بس حق بحرية مصرية سووا هما حق جيش الألماني أنانمس أنانمس طلعت أنانمس أو كلمة أنانمس معناتها المجهول أو شي مجهول هوية مجهولة فالساعة نفسها راح تلاحظون ونزلوا وردوا ونزلواها بناراي مثل ما قلت 721 ما فيها لا شعار ولا كان فيها ختم روليكس من وراء ولا كان فيها ولا شي فأنت إذا لقيت الساعة ما راح تدري منهم سويها أو ليش كانوا لابسينها الجنود للمان والسبب أنه ما يصيرانا أو كان وقتها ما كان يبون يربطون اسم شركة إيطالية إذا لا سمح الله وصار حرب يعني بس إذا صار شي معين ما نتره هو حلف إيطالي كان حلف مع ألمانيا مع ألمانيا بالضبط بس سوى الساعات هذه سوى لهم على أساس أنه بنفس الوقت أنه يعني ما يبكشف نفسه أنه ترى مصنع ساعات حق الجيش الألماني عرفت وحتى طلبه من روليكس كان همن غريب موضوعه كان وائد غريب أنه طلب منهم الساعة بدون انقريب روليكس بدون شي صح الماكينة مو موجهة فهني همن علامة استفام على شركة روليكس يعني أنك أنت تطلع الموفمنت لازم عليه انقريب صح فإذا أنت بريطاني صحيح بريطانيا مو مع أحلف إيطالي عرفت همن علامة استفام على روليكس هذا كله صار بالحرب العالمية الثانية إذا ما نغلطان حرب العالمية الثانية وكان وقتها روليكس وبانراي وفي شغلة بعد هم الشغلة الحلوة أن الساعات نعرضوا مر بمزاد بس سعارهم على تسعين ألف أتذكر واحد باعد مرة وشغلة شذي واكتشفوهم على جزيرة بلمانيا أو يعني اللي يحب بانراي وأنتم ما شاء الله ترى وايد نمتتحمق وايد شي حلو فيه غصص فيه غصص حلوة والشي ثاني إنه ليه حين بانراي يحاوضون على هالهوية فالرد حق سؤال عليهم قال ليش تحب بانراي بانراي يوم يعني تعمقت فيها زيادة يمكن كانت كاليفونيا مجرد ساعة وتعامل أهل بوتيك نفسهم كانت بدايتك إيه يعني أوكي أحب الساعة تعامل بوتيك نفسه بساطة براند منيجر هنقول لعني ترى بدون لا أذكر أسامي براندات لا مدش عليهم ترى استقبال ما يكون حار ما في بساطة مو براند ولا براندين ولا ثلاثة وايد إيه عرفت في يوم تشوف التعامل هذا بالعكس الشيء هذا ترى يجذبك زيادة يحببك صحي إيه بهاله براند فالشيء هذا على قصص وتاريخ بانراي راح طالعنا كل ساعة لها قصتها لا تاريخها بانراي يمكننا الحين شوي على لقط هذا بنسولف فيها الحين عن شوي احنا سولفنا عن تاريخ بدشلك بالياي بس فيه شغلة الناس مو فاهمينها وانا كنت قايل لي ياه انت من قبل من وين يعني ما كو براند بعالم الساعات عنده محبين ولا هم اسم مثل بانريستي معروف اي واحد يحب بانراي يسمونه بانريستي حسابك على انستغرام بانريستي ما اسمعانه واحد والله يحب باتك يقول ولا ما ادري شي تقوله باتكي ما ادري عندك باتكهولك جاسم نزراعي ونعم بس بانراي اسم بانريستي من اونيه بانريستي هذا دشيت على بانريستي دات كم وحتى ترى بانريستي دات كم يعني سمعته من انت يا اخوي وجهه لتحيط عبد الرزاق العطار كان يقوله ترى بانريستي ترقى في معلومات واحد كل شي موجود فيه كلا 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 دشيت وليلقى المقال هذا ان شلون يعني انشهر كلمة بانريستي يقولك شافه اعلان كان اعلان ب شي كم سيت اسم الشركة نفسك حاطة الاعلان ان هوات البانري او جامعين البانري يعني شنو نسميهم ف واحد من اصحاب بانريستي دات كم يقول يعني الموضوع هذا واي شدني صح نحب بانريستي بس ليش ما لنا يعني اسم معين فقدوا يبحثون اول اسم كانوا راح يسمونا لهم اصحاب القبعة البيضاء له white hood او هودي رايت هي تذي يعني ما امتأكد نفسهم يعذبون الخوال اي في يوم دا شو عليهم ولا سيفي سيفي ما لهم لا يعني راح يسي حق المجموعة هذه وحق اسم بين رايب ولا ارتباطات سياسية وعرقية وشو الله متعصبين بس متعصبين على غير سنع يعني فقعدوا هم يتناقشون يتناقشون فكان في مجموعة لهم هوات الفراري نفسهم فكان ينطلق عليهم فرارستي فرارستي حب حب الاسم هذا وقال ليش ما نسمي احنا بانارستي ومشت ومشت بانارستي رائقات تستعملها بشكل رسمي وفي ساعات بسم دلاس بانارستي وطلعت من محبينها ليش أنا أقولك شغلة البام ثري سيفن تو انت تقولي ترى أنا محفظهم يعني ايش راح شباب يعني أنا توحق بعد مستمعين تايم كيبر بام ثري سيفن تو اللي هي لومينور ناينتين فورتي سيفن مع تريد فورتي سيفن ايه لومينور ناينتين ففتي غولد هانز اذكرها غولد هانز بدون تاريخ سبداي وايد باكل الساعة وايد كبيرة شكلها بس الفرق بينها بين بام وان تو سيفن اللي يسمونها فيدي ايه اللي عندك يا ما شاء الله اللي هي مالة ففتي سنت يعني كلمة فيدي ترى هو اللي كان ما كان نقول ففتي ناينتين ففتي كان نقول ناينتين فيدي 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 ومشت عليها ايه ايه فاصدار بام ثري سيفن تو يمكن اكثر الناس يقول لك ترى والله تابي ومن ضمنهم انا كنت اقولها يعني وانا اقولها شان شي تذكرت ان ايه تابيش اسمه تابي تاخذ ساعة وناس كلا تدري ان هذي طابع وخنقول بصمة بان اراي اخذ ثري سيفن تو اذا انت تابي لهم نور تابي ناس كلا تدري فاكتشفت موضوع انت يا ثري سيفن تو ما كانت موجودة ترى كان الموجود انت يا بام وان تو سبن اللي هي ناينتين ناينتين ففتي اللي كان يكتب داخل الدايل ألف وتسعمية وخمسين وانزلت بسنة الفين واثنين فشبابهم نفسهم شباب بنا بنارستي اطلبوا من بناراي طلب انه نبي نفس الساعة هذي بس بدون له المال الثواني ولا كلمة ما نبدأش بمصطلحات فوائدة اساس ان الناس ممكن ما عارفة اللي صبدا اللي صبدا اللي صبدا فما نبي مال الثواني على الجنب على اليسار هذا ولا نبي الارقام اللي هي ناينتين ففتي نبيها سادة مجرد ساعة ودقائك فسولهم سنة طبعا ما سوا على طولهم يالله بل فين ودعش خذوا بكلمتهم بعد ما توسعوا وانتي يا بنرس وصار لهم اسم كبير فاخذوا بطلبهم وبل فين ودعش يالله نزلوا ساعة لهي بام تري سيفن تو وعلى غولتك صح ترى وايد كان لهم تأثير وايد عندهم حسابات وايد عندهم تجمعات وعندهم كبير مثل بدول يعني مثلا بنريستي أو مجموعة بالكويت مجموعة بدبي مجموعة مجموعة بأوروبا لهم منهم محبين وايد لكن الحين ودي شوي نقلب ونسولف على وقتنا الحالي بنراي بكل أمانة شوف في وايد من محبينهم طقون بريك وايد من محبينهم عتبانين وعادة ما حد يعتب إلا اللي يحبك يعني على قولتهم فخنسولف عن بانراي ووضعنا الحالي وايد نزلوا موديلات يعني احنا سولفنا عن تاريخهم الشركة ممتازة صراحة بس الشمسنا اللي طافت نحس بانراي إنه يتوجهون وفي شم سؤال بعد يتوجهون حق سوق يديد حق ناس شدد يحاولون يصغرون سايزهم ذكر يوم قلت تدور كاليفوني كان كم كله 47 صار 44 بس حان صار فيه 42 وفيه 38 فاش رأيك اللي قع يصير بوضعنا الحالي بانراي علي وان نغضة التحول مالت بانراي وان كانت ما أدري وضع عيسى أوكي أنا أقول لك نغضة التحول بانراي كانت بسنة 1993 93 يمكن نص العالم عارفين الشي هذا له أول التسعين خلاص أن خفضت الحروب انزلت ميزانيات دول عسكريا وكانت بانراي محتمدة على شنو ساعة حروب بضط على الجيوش أنها تبيع حق الجيش له بعد حق المصري وحق للماني وكانت تبيع حق الإيطالي فبالتسعين خلاص كان راح تفلس ترى بانراي كان راح تعلن انفلاصها بس طبعا في نقطة لما يعني ما قلت حق المستمعين ترى يعني من موت آخر حفيد حق جيوفاني بانراي استلم الشركة ضابط من البحرية الإيطالية نفسها وكنت حتى أنت كاتبينها له دينو زي استلم الشركة وصار أهو المانيجر حق الشركة ونقول براند منيجر مال بانراي فصارت بالتسعين خلاص انخفضت الحروب انخفضت الميزانيات شاف إعلان باليابان وأنا شاء الله راح أدزل لك على أساس سمع تحط نحط كصورة شاف الإعلان هذا بمجلة مالة هوات الساعات اليابانية الصدفة أن أحطين ساعة لوم نور فأني أطلع فكرة أن ليش ما أسوي ساعات وأبيعهم حق ناس المدنية حلو فأول ساعتين سواهم شنوهم لوم نور العادي مو 1950 وسوا أضعف وسوا شنه مارين سروم زين علي شنو حجام الساعات كانت 44 40 44 40 40 صغار يعني فالحين لما يسوي لك أنت من بعد كم سنة الحين من أول 90 أول 60 نقدي يعني 29 سنة 28 سنة 27 سنة خرض نقطة شوي لا بس هم لا نرجع ترى بداية 90 هم حجام كبيرة تعتبر يعني قبل كان يلبسون 34 هم يعني صح كان 34 بس وهو نقطتها وين كانت حق المدنيين كان 44 و40 ما سوى 47 صح ما سوى 45 ما سوى 50 ما سوى 60 وباحهم حق سوق المدني صح سوى وكانت أقوى ضربة له يعني نجح له الدليل كان بصراح لازم أرجع حق اللي كاتبانا كان له يسمونه البريفيدوم البريفيدوم اللي هو قبل لا يشترونهم ريشمند قروب يعني كان الوقت من 93 ليه 97 صح يعني كانوا شركة مستغلة قبل لا ريشمند قروب يشترونهم أول اصدار أساسا الحق اللومينور العادي طبعا خنفرق بين اللومينور واللومينور اللومينور العادي رح تكون صغيرة حجامها توصل يعني 44 مو 40 47 اي 47 في بعضهم ينكتب عليهم له التريد مارك لأنه أساسا كان ينكتب بس على 1950 له التريد مارك له تي نقطة أم هذا حاليا قاعد يصير شذي الحين يقام يحطون حتى اللومينور العادي معنا أنا بالنسبة لي أشوف هذا غرط أدل أقولك إنه صار في تغييرات وهذا كبير يعني في تغييرات ايه هذا غرط خلاص انت فصلتها من التسعينات ليش تردى الحين الآن حطينا على الدو بس ترى مو من عهده لا من بوناتي كانت موجودة التية موجودة على اللومينور العادي فمن 93 ليه 97 يعني أول طقة كانت له أظنتي 300 ساعة إن شاء الله ما أكون غلطان أنا لازم أرد حق لو راقنا إحنا نقول 300 ساعة 300 راحت طارت طارت رفع 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 ليه أنا أكلمك أحد اصداراته 3000 ساعة إن شاء الله هاي كانت بدايتهم طبعا قبل ما في بام ما كان في بام كان الرفرنس ما لها والله مثلا 5 مثلا 5162 مثلا أسيب المثال رقام ايه أراد كان رقام فأحد اصداراته 3000 ساعة وهذا على الحقبة ترى وايد أغلى يعني الساعات اللي كانت تطلع وكان البوكس ما لهم نفسه العرفة طويلة ما لا أتمنى تمنى أن يعني هو على سنة 2020 يركز على الموضوع هذا إنه خلاص أرد مرة ثانية الموضوع هذا موضوع اللي هي برفيدو هي سنة من 93 إلى 97 أخوة المشكلة اللي صارت أو يعني خلأ أنا أقولك شنو أكثر ناس اللي تحطمون عليه إن الأول شي يوم ضاعف والساعة خلنقول قبل ثلاثة سنين ثلاثة سنين وشوي يوم سوى الدو إحنا تسميه دوية أو شغلات شذي بس الكيس الكيس اليديد اللي هو ضعيف أنت سويت ضعيف فقعد تحاول تدخل ناس جدد ما يبون ساعة متينة بلكي بس هوية البران طول عمرنا ندري أنا رأي سبعة واربعين كبيرة علي تبي تبي كلام بخالد عبدالله علي ولا تبي تصريح السي او أبي كلامك أنت عقبها تصريح خلاص معنا كلام اللي بقولك له مداول وهو رد رد على السؤال هذا يوم سألت يعني ليش تذي قال قال أنا 80% تركيزي على الناس الجدد كاش بالضغط والعشرين اللي كانوا عندهم يعني وانا كنت مثلا عندنا ما شاء الله عبدالرزاق العطار محب لبانراي بس عنده يعني هو ما شاء الله راي اللي يمتلك أكثر من ساعة ساعتين يعني كمحب أو واحد بشتري بانراي أنا عندي ساعة واحدة من بانراي فأنت أحس من الغلط أن أنا روح أتوجه حق اليدد وحاول أدش سوق يدي سواء كان بالهند ولا كوان بأوروبا ولا الناس اللي ييدهم صغيرة وأهدم اللي بنيته أهدم موضوع البانرايستي وأطيح من قيمة الساعات اللي كانت لهم قيمة وكان لهم ثقل وهنا حطينا بوست مثلا موضوع البرونزو البرونزو كان لها قيمة سعرها أرباح تالاف قبل تنبعها بعشرة الحين ثنتين ما ينبعون بعشرة فوايد هدم اللي يبنوه شوف بو يوسف في شيء ممكن رح أقوله وأتوقع يمكن أنت أولهم نوخر من أنت يعني أكاونتايم كيبر بتكلم كشخص علي حتى أنت الحين تختلف وياي من داخلك بس هذا هذا وجهة نظري يعني وهذا اللي يشوفه أنا أعوذ من كلمة أنا أن يعني والله مثلا نزل ساعات البرونز وخلص دار عادي وكذا كذا كذا نزل أول ساعة برونز نزلت بيسنا عدنا نزلنا بالإنستغرام أعتقد 2011 صح 2011 3A2 3A2 نزلت بدون شنو بو الرزير بدون بو الرزير صح نزلت ذاك الوقت أنا مالي بالبنى رايفة ما راح أقدر أفتي إذا كانت هي مكسرة الدنيا ولا لا نحن نمشي على يعني الحديث اللي سائد الحين طيح هذا البرونز وكذا كذا كذا طوفة 2012 2013 شون نزل نزل يديدة بو الرزير 507 شون شيء زايد يسوي فيها حط مؤشر احتياط الطاقة شون شيء زايد يعني بس أنت حطيت لبس على بس هذا الفارق سنتين شون شيء العظيم اللي سويت أنت موك شيء ما حت تكلم بس لحظة الريستيش هراهم ثاناتهم معلش معلش أنا كلمك يعني الحين يقول لك حرق وخلا لا ينعادي عرفت وقال أنه في أذكر أنه في شخص قال يعني على كلامه يقول أنه سامح تصريح أنه خلاص من بعد السكس سبن ون الليه البرونز وبلو دايل من داخل 2017 أي على كلام أنه خلاص هو سامح أنه راح تنقطع البرونز وخلاص تسكنتينيو أنا لأمانة ما سمعت الشيء هذا ف قلنا 2013 شون نسوه نزل بو الرزير نفسها خطها بالضبط حط عليها أوكي بنمشي حط تعقيده وصارت واو الساعة حلو 2000 و أظن أنت السبعة عشر أو السبعة عشر السبعة عشر نزل السكس سابن وون الزرقة نفس الشيء بدون بو الرزير بسرقة طبعا فيه أكيد اختلافات مكائن بس لاند أعتقد فيه اختلافات لا مأكد بعد أوكي لا يعني موضوع الموذمت ما ندهش فيه يعني أوكي قاقر عن بناراي وكذا كذا بس كذا أصعد سلمة سلمة ما بي يفيش بكل شيء بالمكاين بتأقيداته لا أعتقد إذا كان فيه تغيير راح يكون جدا بسيط يعني ما راح يكون شيء كاليبر 9000 كاليبر 9000 أوكي شنو نفس الشيء يعني هذا هذا كاليبر له مثلا بس تاريخ ومال الثواني عرفت كاليبر 9000 مع باور رزيرف زين بن فنو 17 انت رديت اختها بالضبط وغيرت لون الدايل صح يعني أنا ما حزع ما حد أنصب وكان عليها طلب بس لأنه كانت كلهم لون 5500 خنا نقولك شيء بيوسف ليش عالصبت عقب ما طاح سوقها بالبلاك ماركت وانت قناعة نفسك ان البلاك ماركت سوق سيء وانت قد تحارب انت تحارب ولا انت راضي على أساس ان عندك الساعة هذي ولو تبيحها الحين اتيب لك 10 ثراث دينار صح كلام احنا نوجه لك سؤال معنا موافضة انا نسئل بس انا ودى وجه لك لا لا بالعكس احنا نسئل ودى وجه لك سؤال لو يحتكرون الحين موضوع الأكاونتات الأكاونتات ساعات يعني الحين وايت صار وراح اقول تايم كيبر يعني طلع من بعد يعني في الأكاونتات هجانب صار لها سنين اكيد اكيد مكان نسئل شيء ديت لا 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 بدنا الله شيء ديت انا بالنسبة لي شيء ديت حبيب مكان نفس شيء ديت عرفت فتخيل الحين سوى وتم أكاونت بالعالم بس خلاص يا الله سكر ما في تسكنتونيو انت راضي اكيد لا انت حاب الشيء هذا وفيك شغل بحقي الشيء هذا انت بغان لا بس هم ارجع اذا انا صاحب الأكاونت راح يكون فيه بنفة حقي لان اغلب اقول لك يعني صراحة راح يكون فيه مصلحة شخصية انه ما راح يصير فيه مثلا اكاونتات يدد بس اللي صار او اللي زعل الناس خنقول اللي زعلهم انه صارت production عادي صارت بدون ورح ينتجون قالوا 1500 بالسنة بس ما راح يزيدون ولا الرغم ما دري وين سامع والله شوف هو على كلام يقولك انا راح نزل كل سنة 1000 كل سنة 1000 بس مو لمتد احتمال شنو لمتد عساس انه بس حط لك شاه هذا ايه بس يقولك على اغل 500 تحب يعني ما راح يطوه في ال500 يعني هو انا شي ضمن لي هو يسوي لي 1000 يمكن يبيع يسوي 1000 ونص لا لا هو 1000 وهو التزم يقولك انا بسوي 1000 لمدة تقريبا من 4 الى 5 سنوات ورح يحافظ على نفس الساعة على نفس الساعة ما راح يغير شيء يعني الامر لا موجهت للسؤال بس الحجل كان داير عرفت وانا هم شفت مغابلة اعتقد وقاسف سألت سألت انت يا مكتب اوفيس دبي قال لي يبقى 1000 لمدة 4 سنوات نفس الساعة فرح يكون 4000 ساعة بس ممكن صدمك تما تدري بالضبط يمكن يمكن سنة الياية صدمك ولا هذي 44 بالضبط تصريحه هو شي يقولك يقولك سنة 2020 راح اراكز على المنور 44 خلنرجع 2016 وايد ناس اشتكوا انه ما يصير تسويلي سوالك 36 موديل يمكن نزل ومجموع ساعات كلها يوم عديتهم تغريبا يعني طبعا حسبت مع ادشين الهنت اللي هو لعب الكروكت مع ال1055 يا جمع ال1055 اللي هي سب مرسبل 42 الخضرة اللي نزلت اونلاين اسكليوسيف بضبط تغريبا شاء الله ماني غلطان 49 ساعة شاء الله ماني غلطان سنة 2019 2019 يعني فوق ال40 ساعة ازاي انا يعني انا كمحب وقلت لك في براندات يكون لهم محبين معينين اللي يكون يشتري منهم مهما كان شكلهم يعني صح مثل ما قلت حطوا شارة شارة وانت منهم بخالد يعني انت ما تمتلك ساعة واحدة من الباندر لا تسأل اي حدي يقولك ترى تشابهون هاي 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 في ناس يشتري عقرب ازرق على كاليفونيا اغلى من الكاليفون عادية بيعين ساعة على الاقل بالسنة انت قاعد متظلم قاعد توهق محبا اراي قبل الواحد يحط بالبال يشتري ساعة ساعتين هالسنة او ياخذ من لومنور وياخذ من راديومير شوية قللت من قيمة البراند ما تشوف انت بوجهة نظر انا ترقع سولف معاك هم من سوال افناء سلفون معنا ونبي وجهة نظرك شوف اذا انا بتتكلم لا امانة ما رح تكلمانا ككل اكثر انا كلمة كل اكثر ذات رح تنسب لي تنسبنا اشخاص يعني لهم هنقول سنين مجال الساعات ايه فكلمة كل اكثر يبيولي انقالها عني عني من الناس ما رح اقولها عن نفسي بس رأيي الشخصي عرفت بموضوع انه والله مثلا اه نوع لي وايض ساعات اوك هذا شي زين يعني علي علي يوسفي اذا اش مطعم على سبيل المثال اذا اشيت مطعم انت الحين تحب المنو يكون محدد بمثلا يعني عشر اكلات وانا تحب والله مثلا خمستعش نوع اساس تتشاه تشوف والله ايه لا والله يوم انا مشتي شي لفلاني انا شي لفلاني اوهو الحين شنوهو يعني قسم لك الساعات كلها لك انت يا حاب قصص قصص وتواريخ انت يا بناراي حطيت لك لين حاطلك حقك انت يا اخي مو كل الناس نفسك في ناس يعني اوهو بشخصيته يحب الشراط المودرن يحب يعاصر الشراط اليدين وما سوى الزرق سوى السلفر اعتبر وائد يعني بناراي سودة عادة مينة سودة حنصار عندك الدو 42 ازرق سلفر سنبرست معنا لون الازرق علي موجود يعني هذا صدفة قعدة بطل كتاب وهو المتد من بناراي وكن قال سوله فيها انتي يا اخونا ناصر الناقي يحمس عليه بالخير دجل الساعة كان حاطة انتي هالا كومباكت اللي هي تربل زيرو ثمانين ذهب وصورة وايد انتشرة ترى على فكرة يعني وايد انتشرة الصور هذي ان ذهب ذهب ابيض ومن داخل بلو دايل راديو ميره طبعا زي باي سنة بسوي هذي بلو دايل ما 2001 وقتها يمكن ما كان فيه بعد التواصل يصير هالي اوه اساسا قعد يكرر عرابت اوه قعد يكرر اللي صار قعد يكرر بس على يعني على سلسلة هنقول والله مثلا انت يا هذا الضابط الايطالي نسي اسمه هو اول برادمانجار وهو دينوزي سوى لشالاته معينة يمكن الشركة مو فارضة علينا اسمه الحين الشركة فارضة على انت يا هذا جين مارك فارض احتمال قصب عليك تنزل هذينا وانت دزيت لي انه محاجي ودازلك مسج انه بيركز على الاربع واربعين بس اتهقى هو مثلا راح يقول لك كاش انه ترى الشركة فارضة علي اكيد لا وهو بالاخير تجارة يعني احنا نزعل وزعلنا على لانقة وصالفنا مع وليد وزعلنا مثلا الله هنا ورعك انت رديتني على موضوع موضوع انه والله مثلا غلى اسعار بنا راي انه لا مالا داعي واش دعوة للاسعار هالي كذا 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 الحجة طبعا صالة فترة اسمع من الناس وفي امور امانة ما حباردها خلاص هذا رايش شخصي ما حباردها ليش غالية صح لا المفروض شدي راي خلاص اكيد اكيد صح بس يوم شفت لانقة اذمروها دمار مو حلوة وعلى شنو هالسعور لا 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 خلصت هزين قابل ثلاثة ما اربعة ايام يوم دا الزيت لوميقة اي اربعة الالف دينار صح الجماعة ما في شي ايجابي كلش اي يعني قابل بنا راي غالية ما تسوى موزين حدها المفروض الفين الفين وخمسمية لانقة حرام والمفروض كذا 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 زين نحن اوميقة هم من حرام واش بتاعلك والله مثلا البشران ولا 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 هم من حرام حرام وقال عبد رزاق وايت انها كل سنة كل سنة كل سنة في زيادة صح صح هما الساعات بعد هم شركات مرات يحاولون يدشون خنقول هما ما كانوا موجودين فيه هذا يصير بالشركات مثل شبارد يعني شبارد يقول كل ما نحابها بس طالية مثلا انا متعود مثلا او وجهة نظر ناس يقولك انا متعود من شبارد الميلي ميليا ب1600 متعود من العاديين على 1200 فلما تقول لي انت الحين اوكي الستاندرد اللي دي صار 3700 انت دبلتها لكنه شنو يقع يحاول ينافس الرويل اوك يعني لما تحطها يمن الرويل اوك سعرها يكون زين صح ولا لا الرويل اوك 500 او 6500 احنا صارت الشبارد احنا صارت اربعة فصار في فرق بس احنا نحطها مع اللي اقل بانراي نفس الشي يمكن بانراي الحين لما تدش اعتقد السبارسبل 42 سراميك اسعارهم 2900 صح السبارسبل بس ويمكن احتمال المعدن اوهو غالي انا مو داش موضوع المعدن الكاربوتيك الكاربوتيك كانت غالية 6000 وشوالي والله تونه باقول لك 616 كم كان سعرها صدم حق الكل خمس ثلاث دينار صح كل واحدة مبطل عينها شنو خمس ثلاث لا بس شوفوا أنا والله حاط عندي بالنوت انه يوم انزلت الناس فيه ناس تغبلتها وشارتها وكانت شي موديل واحد 616 صح 616 حين وينها 616 اختفت ولا حتصوبها اتوقع الحين ما تكلم مع السوقنا سوق الاوروبي اتوقع راح تردي الحين شي سير فيها شوي شوي يعني يكون عليها ايه بالذات 616 اتوقع تحليلي من بعد صورات امس والضجة اللي صارت بالانستجرام ما راح اقول ورانا كلامي قرآن وراح يصير الشي هذا بس اتوقع بس هو استعمل وايد كربتك يعني هم فيه انا حط عندي نوت انه يوم نزلها كانت ساعة واحدة ومميزة نفس البرونز انا كلمك على الممثل هذا انت امثل بش اسمه ايرمان اي جونيور اي ش اسمه ايرمان معروف ايرمان اي يوم اللي بس مش صار ترى بالانستجرام انا كلمك على الجانب الوروبي انا رايب كبرها نزل قام يمنش ناس التميش قام يمنزلها عادي الحين باتر الناس ش تدور 616 وقبل ما حدورها انا كلمك بالضلط يا جماعة السنة السنة اللي طافت فيه اشخاص ايضا ما ديش عليه داركت والله بخال ترى اي مثلا ودي ودي بيحساتي شرايك اقول اي ثرافيس وقل مستعمل وفي اكاونتات يعرضون للبيع كان يعرض الكاربوتك ب2300 دينار 616 وهي خمسة انا اذكر اي اذكر كانت سعرهم بس انت اشوفهم ثلاثة كنت اشوفهم انا اذكر واحد اراض علي 2300 دينار وكان ريت طبعا انا اكلمك المكسبوم كان 1700 بس حالا ريتها سعرها اي خلنشوف احين خلننطر عقب الصورة ودي بعد تسول فيه ترى اللي ما يعرف بخالد ترى عندك ما شاء الله مجمعة ثانية برا بان ارى عندك ما شاء الله الباشيرون عندك روليكس تسول فيها خلنسول في شوي ودي أسول في قبل انه نفتم ونحول عندنا سئلة قولي روليكس ارى ياتمي قبل بان ارى روليكس اي باتمان اي ياتمي ب2015 قبل كاليفورنيا قبل كاليفورنيا 2016 في التربع اخر في 2016 اول سبعة اشتي قبل انبلش قبل انبلش اسئلة عندنا من انستجرام كم سؤال شنو خن احنا سؤاله افنا شنو توقع بالفين او شنو تتوقع و بيرقزون على ال44 بال2020 انت شنو تتمنى من بان ارى انت ابو خالد شخصيا شنو تتمنى من بان ارى بال2020 اتمنى ناس ما قلتلك انه يرد مرة ثانية علاقة لينزله ساعة واحدة ما راح اقول اولا خلا خمسمية لا ناس تستاهل كلها خلا ناس تستانس و ناس تلبس علاقة الالف مزمنة الف ساعة يرد على بريفيدا مرة ثانية بعلبتها طريقتها ايه خشبها انا بحط صور ان شاء الله بالاستراب الموجود عرفت بالشهادة مالتها سوي لها بس الف بدال البرونز ما البرونز ولا هواش عليها قبل والطق والاصطات ان شاء الله ننطر سالف لنا على الأوبرسيز لأتذكر انا ذكر ما رسولته وياك وقلت لك بخالد اشطار ما شاء الله عندك لزيور خدشن للعلم ترى كان عندي كان عندي انتيا البشرون الكرون والشوكلة قبل هبة كان عندك قبل زمن دا مو مزوم زمن ولانا خلنا فاضل يعني سالف عنهم وايد وحبهم فصارت عليهم الله ما ذكر في 2017 الامانة كانت كانت عنده كان كنت اشوفها حلوة كسرة الدال كان واي جميل بس يوم يعني قعدت شهر شهرين حسيتها لا ما حبيتها لا موضوع شي الكرون الزايد ولون البني يعني ما حسيت ان هذا انا الامانة انا ما كنت سامح لا ساعة وايد حلوة عرفت ما طولت بصراحة ف بعت رديت مرة ثانية على العشق بانراي بانراي بعدها حاش الموضوع انه ودي يكون عندي ساعة يعني خنقول الشيء يمثل ديرتي مو يمثل ديرتي له شيء مرتبط ديرتي انا ككويتي فحبيت ان امتلك ساعة تكون يعني اديشن لكويت فاخت او شيء بانراي اللي هي برج الحمرة اي خذيت وحسيت ان هذا شيء ما لشغل موضوع الكويت ان هذا تبع برج الحمرة فبذاك الوقت كانوا امتنهم نزلين انت ال اي دابل سي شيء اسمه هي بورتيقي اذا اعتقد الكرونغراف خضر انجينير اي انجينير اي انجينير مؤجرة جنتلم صمم فكانت هذه نازلة وتوهم زنث من نزلين اديشن لكويت البايلت اي هذي وهذي عرفت ف يعني خانقل قرأت شوي خفيف عن هذي من هذي قرأة يعني سريعة حيل عرفت فشفت موضوع الزنث انه طلع ريال هو قادي يسوي مكان ديتونة اي حسيت ان الشيء يعني يكفي ان الموفمنت يعني هو قادي يسوي ليه اي سنة قال او 2000 يعني 2000 يعني احنا مرات 2000 2000 وانه ما ما ادري لا 1999 بالضبط يعني لا 98 يعني 30 هذي 2000 لان 2000 ديتونة سووا يعني سووا الانهاوس مالة روليكس بل فين ف1999 يعني الى 19 20 سنة الامان شد الموضوع هذا انه يعني الشركة وايد قوية عرفت وابي ساعة انها تكون شيء عن الكويت وهذا فاخدت الى الى ادري الى ادري بصراحة حاشن فضور او احب البنراي وكل شيء بس ودي يعني يكون من كل براند ساعة اختار لي ساعة فصارت انه كان وايد طلب على البلو دايل والامان بصراحة في طبيعتي احب الدايل السادة افضل عرفت حتى يفضل بدون تاريخ بعد افضل متعود من بناراي متعود من بناراي مو من كثر الزحمة اللي بناراي عرفت يعني صارت انه الناس كلها حيل على البلو دايل اوفر اوفر يعني الناس كلها بلو دايل بصراحة النفس شدتني زيورخ لا هاي لاح مشايفة زيورخ كانت لاح مشايفة اللي هي خنقول يسمونها سيلفر دايل او الناس بين الوايت وبين سيلفر في بعض نقولك اسمها سيلفر دايل صحيح هذي كان شدتني عرفت فالمهم مرت الكويت قال لا ما بقل حبة واحدة وكذا وما نقدر نعطي خصم وايد والكلام هذا وانا نعطاني فرق كنت أطلب لي صدف انه بعدها بثلاثة ايام تقريبا قد أسول في اخوي طلال العجمي ومحب فاشرون طلال العنصري عارف كعال بالقروب كيف يسوي اجل تعيتي اخوي طلال ف قد أسول في اياه كانوا يسولوا عن البرونز ما البرونز رايك ماش رايك كذا كذا فقق أقول لها رايي قلت لأ انت حن قسلني عن بنا رايي وبرونز وانت قد تخربني على البشرات وطالب لي اللي شي اسمه الوبرشيز له السلفر دايل تحن قل ليش في هذي الزورخ الزورخ أنا لأمانة كنت شايفة كأنهم سووا تغطياؤه واخوي وحبيبنا وليد الصقعوي كان بلندن فشفتك قاد يصور ان شي قاد يقول جماعة توانازلة كذلك وهذه المتد ثمانية وثلاثين ثمانية وثلاثين حبة بصراحة استحيت ودي أقول ان في مجال بس في بعض الأمور يعني تحرج الجدام كنت قلت لأ بيها ممكن ينحرج ممكن يقول لا محجوزين فقلت لأ ما لدي الداخل بحراج فيوم قال لي ليش خاننا طلع لك زور خانديشن كذا والله شوفي أخوي داميات من أبيها عرفت الله يعافيك ف نفس الموضوع حما نشدني موضوع انها ثمانية وثلاثين حبة وأحب يعني الأمان أحب أخذ شغلات له يعني أفضل ما أقول أفضل أنها تكون مو يعني أور أنت دام تأخذ واحدة بعد حالات تكون مثلا كورسيز واحدة حالات تكون شي بميز حتى اللي في بيقول لي مثلا قالبنا راي قاعد عيد بس أوكي مو بالسنة نفسها مسوي لي خمس تلاف ساعة فاهم لك متهونة إذن قبل نحول على الأسئلة الله يعيني على ثنين الحين أنا عارف في واحد يقول كوائد انصري انت لا احنا العين على بعبيد الكندري وش اسمه عدترى مشغول الظاهرة ومدازلنا شي بس اودي اسئلك سؤال شن اقرب ساعة تحبها من بانراي يعني اذا قولك بانراي واحدة شوف انا اودي اقول شي بس يمكن الناس يقول هاق يبالغ وقالها حتى نويد ساقعبي مقابل توياكم ان الساعات يعني ترى تعمقت فيها يصير فيه ارتباط عاطفي مليون بالميون والله يعني الكاليفورنيا لما طالح قاعد اقول ما انا بين نفسي ترى انا اخذ طبعا 9-1-1 وهذه الساعة كما صرت فيها اللي سوت ضجع كما اخذتها من الكويت شون هذا منه شون عطيته كذا كذا فالمهم يعني اخذ ساعة 9-1-1 بالنسبة لي مفروض تكون يعني اعز ان اخذ ساعة كل اكترية كانوا يبونها وصار عليها ضجع وهذا منه اللي ما اخذ ساعة كاليفورنيا تعطونا 9-1-1 فالمفروض تكون عز لا كاليفورنيا يعني اول ساعة لا بسها بيدك اول ساعة ما اخذتها بالساهل على طول اللي يعني خنقول فيه احداث فوردا على الناس اللي قالت البن اراي كلها شبيهة بعض يعني انا رح اقول فيه ناس اذا يلتمس الشيء هذا رح يختنع بكلام قاعد اقوله ان اذا انت عندك توام عيال رح اتفرق بينهم انا كان جد واي عاطفي لا لا انا كان لا جد والله لو صار عيالك توامت ويشبهون بعض الناس اللي اول مرة يشوفونهم رح يشوفون ترى مو عارف هذا يعني يوسف ولا محمد صحي بس انت ابوهم تعرفهم عرضت خوش رات والله خوش رات انسا خنجاوب على كم سؤال عندنا بصراحة احترامي حق الكل فيه اسئلة وايد عامة بس لا تتيب لي سؤال خلدون خلدون ما حض جملة وحدة وهاشتاك تبا يقولها واذا لن نزل اياها لن نزلك اياها بس يعني احترامي حق الكل فيه اسئلة وايد عامة عن شركات مالها شغل او مثلا عن ساعات صعب نجاوبها عندنا واحد تسألك شنو احلى ساعة طبعا اذا يعيشها بشكل عام اذا وديك تجاوبها السنة انا ويدا نسأل اخوي علي ويدا نسل السؤال هذا لانه هم في سؤال ثاني يقولك اذا اخذ ساعة واحدة شنو ااخذ اذا تقدر يعني نفس السؤال بس يغير طريقة السؤال انا مثلا شنو اخذ شنو تنصحني لامان اول ايام اول ايام صراحة اقول اقوله بكل صراحة كنت انصح اقوله بالله مثلا خسع لفلاني خسع لفلاني ليش لانا يعني احب الشي هذا فاحب شنو احب ان اهم نعطي الشي الزين فبنسبة يشوف هذا الشي زين فحب عطي الشي الزين بعدها لقام شوي يعني التفكير قام شوي تغير ان يعني اوك انا حبي الشي هذا اوك و يعني بأعطي شي لا احب اسمي يصير ان انا لابسه شي احبه يمكن ان هو راح يمل مننا صحيح ايجابتي واحدة دكسلف روح لبوتيك حط الساعات كله على ايدك اه عرفت وانك واحدة بس متى افاضل الله لقالي والله مثلا لا انا هالثنتين اعجبوني تقول له واحدة منهم او قل له والله مثلا انا لو منك لا والله افضل هذي مثلا ما صار مثلا عن 995 في ناس كانت سيليش رايك ما شريك وقل له والله شي اللي تابينت هذي تابينه نفس طريقة هنقول لنزلوا الخضر كلهم يا بعض ثلاثتهم نزلوا لشن تابين نفس ابوهم او امهم مثلا اللي هي 736 راح اقولك لا والله اخذلك افاضل لك اخذ اللي شسمة اخذ مثلا 995 فتخيرهم او اذا خيروك بين الاثنين واحد يقول بالمستقبل تحس راح يكون في لاين يديد كلية من يختلف عن اللي موجود ما استبعد اي شي اظل هذي شركة عندها موظفين وعندها يعني اه آلات تحتاج تصرف عليها فرح يسوي اي شي المهم انه خلا مادة خلا مادة تجارة بالاخير حرام شوف بس هم يعني هي صح تجارة بس هم حرام واحد يهدم من لي او انه التاريخ وشذي فيكون او ياخذها حبا حبا انا قلت لك امساعة قلت لك اهو اهو العشرين بالمئة انتهو شنو هوات وحابين تاريخ البنارين باكم هذا لها اقسمها لك حاط لك لاين هنقول هستر اللي هي القصص والتواريخ وهذا وحاط لك لاين حق منه محبين المشاهير وحاط لك لاين كلاسيك دوي تابي شي انت ضعيف وخفيف وحاط لك لاين حق شنو شراته الموذر اوه مثلا مكتشف خنقول مثلا بي ام جي مكتشف مثلا الكاربوتك او ما بقول مكتشف له مثلا صارت باسمه بي ام جي او مثلا الكاربوتك بي ام جي هي مادة خليطة انا لكلمك اعوذي من كلمة بالنسبة لي ما حاط لك باب واحد حاط لك بي بان انت شنو بابك شنو تابيتك تابيت 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 تاريخ تابيت قصص بطر باب ودش الباب هذا انت شنو حاب حاب معجب فلان دوش هالمشاهير دش حلو حبيبي خوش جواب السؤال يقول لك شرايك بالثنين واربعين والثمانية وثلاثين اليدد نفس الجاة يعني راح اقول لك الموضلة وردت ليه ورا لاربع ثراثين وستو ثراثين راح يقولك هاي موجودة متوفرة ما راح اصنع اصنع هلك مرة ثانية موجودة واذا بتلبسها هلك تقر تلبس مع ان انا قد اشوف الحين وايد بنات قاد يلبسون 44 و 42 صح وفي وقع يحاولون يدخلون وقع حطون علوان شوية بس بدون ذكر أسامي يقول لك يعني هذا جوابناه صراحة ما راح يكون جواب طويل بس يقول لك هنا راي التاريخ ركيك اللي صنعه وساعة روليكس وكانوا ياخذوا موفمت من روليكس او اتاوتاو هم يبقى لشون انا انا راح ارد عليه راح اقول لها يعني معلش رد حق تاريخ روليكس وشوف روليكس متى سوى ثنهاوس اساسية سوى حق بنا راي حلو ساوبناه راح يتأخر رامث مين يعني اذا بيتكلم عن تاريخة وقعنا شرحت ان شاء الله انه يكون شرحي وافي بس راح اقول لك يا كفي انه وهو من الف وثمانمية وستين بلش وارشه وما احد الحين بنا راي شنو بالضبط بالضبط الحين عنده تغريبا مواقل من ثمانين ستور ايوب بيفتح ما شاء الله المسجد الزيت اللي بيفتح بعد عشرين بوتيك تغريبا هالسنة فاذا اهي ركيكة ما راح تتوسع ولا راح تفتح ولا شفت يعني اكبر كلكترية عندهم همن بنا راي اكيد هذا الشيء اكيد يقول لك ليش بنا راي حبيتها سبب معين هل هو المقاس الساعة او بساطة الدايل لا والله شوف كل صراحة علي عندي أنا يعني الرابع الخاصين عندي مجموعة منهم عسكر مو مدنيين فخابرة دوانية من الدش يكون مثلا يعني سالفة عن راي عام صاير اليوم واذا ما في سوالف تقسوفون عن دواماتهم والله دوامي ما دوامي فالفاء هذي يعني فوق مهم عسكر يعني يدامون بوحدات غتالية فلما يشوفهم لما يسولفون يعني طريقة سوالفهم شوان اقتصر لك يعني ترقاؤه يداوم مع ناس لا ترقى لاوت خالته ولا أخو ولا ولد أمه بس لما يسولف عنا ويسولف على القروب اللي وياه شنوهم أخوان ولكن هذا واحد من العائلة الفلانية هذا من قبيلة الفلانية هذا عضري هذا بدوي فبينهم رابطة دم فيوم يوم قاد أقر عن بناراي لقيت الشيء طبعا أكلمك قريت وحتى يوم دشيت بالمجتمع نفسه سوالما صورت مثلاً وياه جنبي أو وياه واحد مثلاً قطري أو إماراتي أو كويتي أو أي إن كان جنسة ولا عرقة شوف فيه ألفة بيننا فوايد عجبني الموضوع هذا عرفت إنه يعني شوف قصتها من كان يعني ساعة عسكر أطلعت من العسكرية دهشة حياة المدنية وليل حين الطابة هذا موجود إنه روح الفريق روح المقاتلين نحن موجودين عرفت إنه الألفة سير بدون أي عرق أو أي أصل أو فصل هذا حببني فيها زيادة وثاني شيء علي يعني للأمانة كل ما أقولها حتى نحن لايف عندكم الحببني زيادة موضوع بناراي يمكن ما كنت أفكر الموضوع إنه اسمي ينشهر سير له شهرة أو أن أنا يوم الأيام أن أعرف بين وسط معين معروف بخالد باناريست أنا كلمة كان مجرد يعني يعلم الله كلمة باناريستي ترى شدتني بدون أي سبب مو والله باناريستي وعصاصني يلا خلني أضبط إنه راح أسير وعرف ناس وكذا كذا كذا مجرد اسم عجبني مو بالحسبة إنه والله مثلا إيه إيه كانت باناريستي سئلة فإن الأمور زادتني محبة باناري غير موضوع تاريخه ولبستها الناس اللقاء تشاركني يعني لما نقول لها والله مثلا ساعة الفلانية زينة أو إنه مثلا يقول لي والله سور الفعل باناري وكذا شخص صرفوا لي يصدمني مثلا بعد يوم وليومين ولا مصبر الله شاري الساعة شي هذا حبيبك زيادة إنه الناس قد تحب شي اللي أنت تحب فيزيد حب يزيد حبة زيادة عندك وثالث شي همن علي تعامل أرد أقولها مرة مليون تعامل الموظفين والمدار بالباناراي ممتاز يعني قد شوف أنت داز مسج دايركت حق السيئو مع الباناراي وراد عليك وهذا عندي بعد سؤال يقولك شنو مصير سيئو اليديد مع باناراي وهل تشوف أن إرث باناراي مستمر أو هل المستقبل مستقبل مظلم والله أشوف مستقبله أنا أتكلم يعني بشكل عام أي مسؤول أي مدير إذا هو مو يابس جدام المسؤولين ما رح إن شاء الله ولا رح يؤثر عليه أي شي رح يظل نسمعه ليش لأنه مستمع حق اللي قبل لا مستمع حق القبة الموجودة أما ده هو الله مثلا يقول لا وايد وما يسير وكذا كذا 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 رح يشيرونا هذا خاص مننا لأنهم معينينا وموضوع مستقبل باناراي صراحة يعني ما ما رح أجاوب لأن لو جاوبت جدانا رح عرف مستقبل كارتير مستقبل أوميغا وان كانت وشنو صارت في ناس ممكن كان يسيرونا مقابل بعز أوميغا وبعز كارتير كان يقولون الأوميغا والكارتير وهذا حتى ما كان يسيرفون بالروليكس ما ولا كانت تدري عنها أصلا الحين الحين يمكن يجاوب قبل ثلاثين سنة ولا قبل عشر سنين رح يتوقع أن الحين أوميغا تستريها ثانيا أوميغا يحب السعر فلاني مع أن الفكر هذا يعني أتمنى وأنا تعمل حتى حطها بالستوري إذا أنت تبتلك ساعة تبتلكها تبتلكها استانس فيها حقك لا تفكر أنه والله الساعة هذه يعني خاصة لأيام هذه صارت بصراحة أن الساعة هذه شو المستقبلها يسئلك كم سعرها بالسوق قبل الله يفكر يسئلك عن الساعة ومواصفاتها شي صح يا الله خايف على فلوسك مات أبي تقل رح أقول لك بهذا سوق الذهب اشتر لو نزل بيرد يصعد ما رح يعني المعدن هذا يوم نازل يوم صعد ما رح يصير كله نازل ففق نفسك وروح أحسلك ذهب أحسلك آخر سؤال بس يقول لي كاتب اسمه يقول لي يقول له خفف من العنصرية شوي يا أبو خالد AMD Watches تعرفه؟ مليون نعم أنا ما عارفه صراحة يعني نكلمنا بس أنا أعتقد مليون نعم بالإمارات أحمد ماله مليون نعم نعم بحالك بخالد مشكور وايد على وقتك السموحة طولنا عليك بصراحة أنا شخصيا استمتعت وإذا حابت ضيف أي شي تفضل هو شاهدكم العافية على الإصلافة هذه وصراحة يمكن اللي متابع نوايد يشوفني أنا يعني بالستوري أكتب وأنا مستانس أنه طلعناك ما أسولف يمكن حتى يأيتي هذه ترى يعني بالنسبة للشي يديد أنا رح أسولف يمكن اللي رح يتاب رح يحس أنه تلنا شوي ممكن تلنا شوي مرتبك وما خل راحت لأن هذا بالنسبة للشي يديد بس اللي يمكن عطاني دافع كلمة صارت مقابلة أخوي جاسم الزراعي يوم قال علي اليوسفي أننا كنا نكلم ناس وايد كولكترية وعندهم كم من المعلومات بس ما يحبي يطلع من هالمكان أقول لذا أنت مثلا موحب تنشر علمك حق الناس الموجودة يعني أقل ما فيه على الأقل ادعم طاقات الشبابية الموجودة له مثلا أخوي أنت يا علي اليوسفي ومحمد اليوسفي ورمضان على الأقل دعم لهم كشوف أنت شباب لا تكسر والله كشوف شباب شباب يعني عندهم طموح أكاونت ما شاء الله حين طلع ما رح أقول خليجيا عربيا وعالميا ما تكسر حبيب قلبي والله شهادة ليش أنت خاش خنقول يعني بعطي وصف أن أنت دكتور أنت ليش خاش الدوة عندك حبيبي والله بخالد مشكور ويعطيك ألف عافية يواكم الله وما قصرته مشكورين حبيبي ترجمة نانسي قنقر